في المحاسبة هناك مبدأ يسمى مبدأ الثبات وهذا المبدأ يشير إلى ضرورة اتباع السياسة المحاسبية والثبات عليها في هذا الإطار عندما تجري عملية المقارنة بين تكلفة المخزون السلعي وسعر السوق فسوف نواجه ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول أن كلفة مخزون آخر المدة يساوي القيمة السوقية أي أسعار السوق لذات المخزون أما الاحتمال الثاني فهو أن كلفة مخزون آخر المدة أقل من القيمة السوقية وهنا وفق هذه الحالتين ونزولا عند سياسة الحيطة والحذر سوف يتم الأخذ بكلفة مخزون آخر المدة واحتمادها وتجاهل ما يتعلق بالقيمة السوقية ولكن وفق الاحتمال الثالث هنا يظهر بأن كلفة مخزون آخر المدة أكبر من القيمة السوقية للمخزون وهذا يشير إلى وجود خسائر محتملة في المستقبل تظهر جراء هبوط أسعار مخزون آخر المدة وعلى ذلك سوف نشير في الدرس القادم إلى المعالجة المحاسبية في حالة هبوط أسعار المخزون السلعي إذا كان سعر السوق كما عشرنا أقل من كلفة المخزون السلعي فهنا يظهر لدينا فرق وهذا الفرق يشير إلى وجود خسائر محتملة وينبغي لمواجهة هذه الخسائر المحتملة تكوين مخصص هذا المخصص يطلق عليه مخصص هبوط أسعار المخزون ويتم تكوين هذا المخصص بموجب القيود الآتية من حساب مصروف هبوط أسعار المخزون إلى حساب مخصص هبوط أسعار المخزون ومن ثم يتم بقيد آخر إقفال مصروف هبوط أسعار المخزون في الجانب المدين من حساب أرباح والخسائر أما بخصوص المخصص فيتم إظهاره في قائمة المركز المالي في نهاية العام ضمن الأصول المتداولة مطروحا من كلفة مخزون البضاعة آخر المدة للوصول إلى كلفة مخزون آخر المدة ترجمة نانسي قنقر